أكد وزير الأشغار العامة والإسكان المهندس سامي هلسة أن القطاع السكني في الأردن يعتبر من أكبر القطاعات استهلاكاً للمياه ذات الجودة العالية هلسة أوضح خلال افتتاحه مشروع ترشيد استهلاك المياه في القطاع السكني في مناطق شمال عمان أن ما يقارب 30% من المياه المستخدمة داخل المنازل تستخدم في أنظمة التدفق في الوحدات الصحية أي ما يعادل 90 مليون متر مكعب سنوياً ما يؤشر إلى أهمية استخدام وسائل ترشيد استهلاك المياه للتغلب على التحديات المائية التي تواجهها المملكة المشروع يهدف إلى ترشيد استخدام المياه في الأدوات الصحية المستخدمة من قبل المستثنين بقطاع السكني في الأردن وبالذات في شمال العمان هذا المشروع يهدف إلى ترشيد حوالي 30% الجمعية المياه الملكية هي راح تكون المشرفة على تنفيذ المشروع ومستثنين بقطاع الإسكان من خلال الجمعية راح يلتزموا بتنفيذه ترجمة نانسي قنقر